منذ قلابها على الشرعية عمدت ميليشيات الحوثي إلى إحكام سيطرتها على القطاع الصحي باعتباره من أكثر القطاعات الاقتصادية والخدمية أهمية وتحديداً تجارة الأدوية التي بلغ حجمها العام الماضي 626 مليون دولار أمريكي خلال سعيها إلى السيطرة على الأدوية المستوردة عمدت الميليشيات إلى إحكام قبضتها على الهيئة العليا للأدوية واستحدثت المجلس الطبي الأعلى إلى جانبها للتحكم بسوق الأدوية بما فيها المهربة والتي تقدر نسبتها بخمسة وخمسين في المئة مصدر في وزارة صحة حكومة الانقلابيين كشف أن هيئة الأدوية تمنح تسهيلات للشركات والتجار المقربين من جماعة الحوثي وتفرض شروطاً تعصفية وإتاوات على غيرهم لإزاحتهم من السوق ميليشيات الحوثي سعت أيضاً إلى وضع يدها على أكبر شركتين إنتاج وتصنيع أدوية محلية إحدهما حكومية وتعرف بالشركة اليمنية للأدوية وأخرى تابعة للقطاع الخاص وتعرف بشركة شفاكو وأعادت تأهيلهما وتشغيلهما بدعم من منظمات دولية في إطار برامج المساعدات الإنسانية تلاعب الميليشيات بتجارة الدواء أوجد سوقاً سوداء لأدوية الأمراض المزمنة كالسرطان والسكر والصرع إضافة إلى لقاح داء الكلب ما دفع اليمنيين إلى شرائها بأسعار مضاعفة رغم أنها كانت مدعومة مصادر طبية كشفت عن دخول ما لا يقل عن ستين صنفاً دوائياً جديداً معظمها إيرانية إلى أسواق صنعاء عبر وكلاء نافذين ينتمون لجماعة الحوثي ما يشير إلى أن تجارة الأدوية باتت إحدى أغطية دعم إيران للميليشيات الحوثية